بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي معنا النهاردة مع اخر فصل من قصة كينجليير ونشوف هتنتهي الاحداث علي نبدأ ان شاء الله بعد الانترو طيب هنا بيسألك بيولك ماذا تعتقد سوف يحدث بعد ذلك في كينجليير وطبعا الناس اللي مهتمة بالقصة والاحداث وبالمالك اللي هي الناس يعني مستضعفة بيتفكر يعني ايه اللي يحصل في النهاية بيولك انا ايه in the british camp المكان في المعسكر البريطاني نيل دوفر برضو قريب من دوفر جنرال my sister regan do you really want كان اخر حاج وقفنا على ان ريجان بقى خلاص مواجهة مع اختها فبتقول لها ايه my sister regan do you really want edmund to help you to take my lands هل تعتقد فعلا ان edmund حيساعدك عشان تخدي ارضي albany بيول you can't do this edmund بتقدرش تعمل كده اصلا يا edmund edmund بيولو ايه you can't tell me what to do انت نفسك بتقدرش تقول لي انا اعمل ايه ومعملش ايه albany yes i can لا انا اقدر regan بتكلم بقى edmund to edmund prove that you يعني زي ما تقول بقى ايه مواجهة الايه لعسخابة لما تيجي تتواجه مع بعضها بيتكلمه ازاي مع بعض يعني لا انت بتقدرش تقول لي لا ما تقدرش لا مش عارف ايه بيبسكوا ببعض فريقا بتكلم ايدمون تقول لي prove اثبت that you want to help me ان انت عايز تساعدني ايدمون by fighting albany بانك ايه تقاتل albany ده لازم طبعا نوصل لازيل النهاية albany بيولي listen to me ايدمون اسمع اسمع ايدمون i arrest you for treason treason الخيانة انا بقبض عليك بتهمة الخيانة وبعدين he points to goneril بيشير الى goneril and you my wife وانت يا جوتي where you're planning to take reagan's land from her هل انت كنت بتخطاتي عشان تهدي اراضي ريجان منها with ايدمون هل بمساعدة ايدمون it's not your land to take دي مش اردك عشان تخديها it was given equally كاتمعطاها لي كيب النصف يعني ايه المالك هو ادك ايه نفس المقدار بتاع الارض التانية to you and reagan by your father اهي عن طريق ايه والدكم قاني ربتقول ايه but we could have more power husband لكن ممكن احنا نحصل على سلطة اكبر يا زوجي reagan i feel ill انا اشهر بالمرض طبعا هنا تنفع حاجتين i feel ill اشهر بالمرض ان انا مريضة او انا اشهر بالغثيان التعب القرف يعني حاجة زي كده my stomach hurts اهي my stomach hurts معدتي تقلمني او بطني تقلمني general to herself بالكلمة نفسها good if you aren't ill لو انت مش مريضة i will never trust poison again انا عمري ما حاثك في السم مرة اخرى طبعا احنا عارفين ايه ايه حاطة طلعها السم البني you have a sword ادمون انت معاك سيفي ادمون i am ready to fight you انا جاهز عشان اقاتلك unless anyone else wants to fight you first الا اذا كان حد تاني عايز يقاتلك في البداية ايه وبارزك في البداية ادمون i am happy to fight anyone who calls me a traitor انا سعيد باني اصارى اي حد يسميني traitor خائن or a liar او a kathib come then who wants to fight me تعالى قرب انا مين اللي عايز يقاتلني ريجان بتقول لي help me i feel worse سعدوني النقدة يعني انا ايه اشعر به ان انا حالتي بتسوق يعني البني ريجان is in twirl ريجان مش كويسة مش بحالة جيدة take her to my tent خدوها الى الخيمة بتاعتي ريجان is helped off stage وبعد كده ايه خرجوها برا المشهد now if any man here will fight ادمون the traitor لو حد هنا عايز يقاتل ادمون الخائن come now تعالوا الان or i'll fight him myself الا انا حاقصارع ما تخلص يعان ولا حاقصارعه بنفسي انت ما تخش ادجار انترز بيدخل ادجار who are you انت مين او انتو مين ادجار i have lost my name انا فقدت اسمي and little to a title واللقب بتاعي فقدت لكلمة خائن يعني يتسمى اسمي اسمي خائن but i'm a brave soldier لكن انا قندي شجع where's edmund فين edmund who calls himself the duke of gloucester بيسمي نفسه duke gloucester ادمون بيقول اي i'm here انا موجودة ادجار then take out your sword طيب طلع السيف بتاعك you're a traitor to your brother انت خائن لأخوك and your father وأبوك i am ready to fight you انا جاهز بحيث ان اقاتلك to prove you are a liar عشان اثبت انت خائن to everyone you work for لكل واحد انت بشتغل عنده they fight بيتخنق مع بعض edmund falls edmund بيسقط يقع الارض البني edmund is hurt edmund اصيب can you save him ممكن تنقذو i want to find out what he knows انا عايز اعرف عايز استكشف يعني ايه هو اللي بيعرفو they tricked you into fighting هم خدعوك بحيث ايه خلوك تقاتل edmund او تتخنق معهم البني be quiet madame اسكتي يا madame or i will make you be quiet وإلا خليك تسكتي by reading this letter باني حقرأ هذا الخطاب that you wrote to edmund اللي انت كتبتي ليدموند he gives goneril the letter she wrote to edmund هي اعطى هو اعطى الخطاب لجoneril اللي كتبته الى edmund to goneril no don't try to tear up the letter tear up يعني يمزك ما تحاوليش انت تقطعي لجوابي يعني you know what you wrote انت عارفة اللي انت كتبتي مش هتفر يعني قطعتي وما قطعتوش goneril husband it's true that i wanted edmund to help me فعلا انا كنت طالبة من ايدموند انه يساعدني take regan's land اني اخذ ارض regan the laws of the kingdom are mine القوانين بتاعت المملكة بتاعتي not yours مش بتاعتك او مش بتاعتك who can punish me for it مين ممكن يساعد ممكن يعاقبني يعني احنا بنصدر القوانين واحنا اصحاب السلطة واحنا كل حاجة فمين اللي حيعاقبني اصلا دهنا الملكة يعني او الاميرة البني you're an evil woman انت سيدة شريرة goneril بتخرج edmund البني i'm guilty of wanting to help both goneril and regan انا مزنبة باني طلبت اني اساعد كل من goneril و regan and more much more وقتر من كده بكتير this is the end for me now ده نهايتي نهايتي الان to edgar بابي كلم edgar but who are you انت مين if you're a good man لو انت رجل كويس رجل طيب i forgive you انا بسامحك edgar let us forgive each other دعونا نسامح بعضنا البعض my name's edgar انا اسمي edgar and i'm your brother و انا اخوك our father has lost his eyes ابونا فقد عيني because of you بسببك edmund i was wrong انا كنت مخطئ i thought that i could be the best man in the kingdom انا كنت اعتقد انك حكون احسن واحد في المملكة كلها but now i'm the worst ولكن الان انا الاسوأ the wheel has come full circle العجلة دارت دورتها الكاملة معنها ايه ان الحياة طبعا يعني يعني لازم لوحد بيعمل حاجة بيلاها في النهاية البني بيكلم ادجار بقى i thought that you were an important man انا كنت اعتقد انت رجل مهم i promise you اوعدك i never hated you انا عمري ما يعني كرهتك يعني helping him my lord انا كنت بسعده يا سيدي i disguised myself as a beggar زي ما احنا عافين هو ايه بيقول ان اتنكرت في شكل شحات then i met my father قابلت ابي who's now blind الان اصبح اعمى i became his guide اصبحت المرشد بتاعه الدليل بتاعه and stopped him from killing himself وانقذته يعني او منعته من انه يقتل نفسه i never told him who i was عمر ما قلت له انا مين that was a big mistake دي كان خطأ كبير just an hour ago من ساعة بس i told him everything قلت له كل شي but his heart was too weak لكن قلبه كان ضعيف جدا بحس يسمع كلام لكله he died smiling هو مات وهو مبتسم an officer enters بيدخل الضابط with a knife ومع سكينة covered in blood مغطى بالدماء officer help oh help me منتوال لكم سعدوني ادقر what is it اذا في ايه why is there blood on that knife ليه في دم على هذه السكينة officer it came from the heart of the كانت في قلب oh she's dead دماتت خلاص السحي كامل who's dead tell us من المات قل لنا goneril your wife زوجتك يا سيدي and her sister reagan واختها reagan goneril has killed herself goneril اترت نفسها and she poisoned reagan before she died وكانت سمت reagan مش سمتها نددتها اسم لا سممتها قبل ما تموت كنت بيدخل ساعت شوف نهاية الشر ده اللي احنا ايه بنتكلم عليه يعني اترت نفسها وسمت اختها كمان طبعا الشر لايمن يؤدي الى الشر here is kent وصل kent kent i have come to see the king انا جاي عشان اشوف الملك is he here هل هو موجود البني tell us edmund where is the king هو فين اصل الملك and where is cordelia فين cordelia the bodies of goneril and reagan are carried in carried in on stretches by soldiers يعني القصص بتاعت قصتين بتاعت goneril and reagan محمولة على stretchers اللي زي الحاجة اللي بيشيروها دي في الملعب لما بيشيرو اللاعب بره اسمها stretchers by soldiers اللي بيشيروها طبعا الجنود kent oh no what happened اذا ايه اللي حصل فالبني cover their faces غطوا وجههم edmund i must do one thing one good thing before i die لازم اعمل حاجة كويسة ابل مموت quickly go to the castle اذهبوا الى القلعة i wrote a message asking for the deaths of king lear and cordelia انا بعت رسالة بتطلب وفاة او قتل king lear و cordelia يعني في امر بالاعدام يعني ليهم ادغر بيول اي who did you write this message to اتكتبت المسج يتليمين we must stop it لازم نوقف هذه الرسالة بما توصل مكانها يعني ادغر بيول اي افسر بكلمة take my sword خد الصيف بتاعي give it the captain give it to the captain and he'll know that i have changed the order وديل الكابتن هو القائد يعني وهو حيارف لانا غيرت القرار البني run quickly agree بسرعة the officer exits يخرج ادمن the message tells the captain to kill cordelia in the prison الرسالة بتقول أو بتقول الكابتن ان يقتل cordelia في السجن we wanted people to think that she killed herself احنا كنا عايزين نعرف الناس او نخل الناس يفكروا يعني او يعتقدوا ان هي الاترت نفسها في السجن البني please let her be safe من فضلك جعلها امنة في امان take him away خدوا بعيد ادمن is carried off بيحمل ادمن king lear enters بيدخل مع cordelia dead in his arm ويميت في بين دراعته ادجار and the captain follow ووراهم ادجار واثا كابتن انتهى امر cordelia king lear oh this is terrible yeah yeah she is gone forever انتهت للابد kent oh your majesty يا سيدي king lear you're all murderers ان كلهم قتلة and traitors واخوانا we should have saved her كان مفروض ننقذها now she's gone forever والان هي ذهبت للابد her voice was always soft and gentle لو اتعرفت الكلام ده صوتة كان دايما ايه رأي يعني وناعم he sees kent بيشوب بقى kent aren't you kent انت مش kent kenti yes i am and i've followed you since your madness began وانا كنت ماشي وراك او بتبعك من ساعة ما الجنون بتاعك بدأ king lear you're welcome here انت مرحب بك هنا kent my heart is heavy البيت يعني حاسز بيه بتوق اللي جامد your eldest daughters have died too بنتينك الكبار مات وهم كمان the captain بيدخل captain edmond is dead my lord edmond مات يا سيدي البني he isn't important now هو الان ليس مهم my friends these are my plans اصدقائي دي الخطط بتاعتي هيقولون بها الخطط اللي هي ايه فكر فيها we'll do everything to help king lear feel better انا فعل كل ما بوسعنا عشان نساعد الملك lear انه يكون باحسن حال i will resign انا حستقيل i will resign and give my power back to the old king وحرقع كل السلطات للملك الكبير في السن edgar and kent return to your homes ارجعوا يا ادgar ويا كنت الى بيوتكم او وطنكم and i'll make sure حأكد ان my friends are rewarded ان اصدقائي بيوت هفقوا and my enemies punished واعدائي يعاقبوا طبعا هنا بقى الدنيا بترجع لأصحابها التاني من الأول why should a rat have life ليه الفار بيبقى ليه حياة and you have no life at all ونت لأتي ليس لكي حياة على الإطلاق i'll never see you again مش هشوفك مرة تانية king lear dies بيموت كمان king lear kent oh my heart will break قل بحياة فتر قل بحياة انكسر edgar he's gone راح خلاص انتهى kent he was very ill كان مريض جدا i am surprised that he lived for so long أنا حتى مستغرب منه عاش يعني مدة طويلة albany او كمل يعني حياته بهذا الشكل carry him out carefully احملوا برقة الى الخارج تو كانت با بيكلم كنتو edgar my friends اصدقائي without the king بدون الملك you too will rule this kingdom انتو الاثنين سوف تحكموا هذه المملكة edgar we must remember this sad day لازم نتذكر هذا اليوم الحزين he puts on the crown لبس التاج على رأسه زي ما شفنا في الصورة the oldest man has suffered the most الرجل الاكبر ده او اللي هو العجوز هو العانى اكثر حاجة we young people احنا الشباب will never see as much as leer عمر ما عنشوف اللي هو شافه king leer nor live ولا نعيش as long as this good king ولا نعيش المد اللي هو عاشها هذا الملك الطيب the exit بيخرجه و the end النهاية تمام كده طبعا لو قلنا الدروس اللي هي مستفادة طبعا هنفصلها ان شاء الله لما نتكلم في الاسئلة بتاعت المراجعة اللي احنا نستفيده طبعا ده بيني وبينكم لكن طبعا اللي بتحملوش علاقة بالكلام اللي احنا هنقوله يعني بس بنستفيد كقصة لحياتنا احنا لكن كاسئلة وبتاع هنبتدي ان شاء الله نرجع على القصة باذن الله من الفيديو القادم اراكم ان شاء الله في فيديو قادم وحتى ذلك الحين اتمنى لكم وقتا سعيدا وممتعا اشتركوا في القناة